بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي اليوم إن شاء الله سأعطيكم تطبيق رائع جدا يمكنك من استرجاع جميع بياناتك الضائعة أقول جميع بياناتك من بينها الرسائل فيديوهاتك وصورك وحتى قائمة الاتصال التي ضعت منك سواء قمت بمسحها بالغلطة أو قام أحد أصدقائك مثلا بمسحها بالغلطة أو قمت بفرمتة هاتفك بالغلطة أو حتى إن كان رغما عنك فبعض الأحيان تقوم بفرمتة هاتفك رغما عنك لوجود فيه بعض المشاكل وبالتالي سوف تفقد جميع بياناتك من صورك ورسائلك وفيديوهاتك وحتى قائمة الاتصال إذن بالتطبيق اليوم سوف تتمكن من استرجاع كل شيء وأي شيء دريده هذا طبعا بالنسبة لهاتفك أنت إذا أردت أن تسترجع بياناتك أما مع غير ذلك فأنا أنصحك أن لا تبيع هاتفك أبدا من اليوم فصاعدا يجب أن تحتفظ بهاتفك حتى إن أردت أن تقوم بامتلاك هاتف آخر فأنصحك أن لا تبيع هاتفك إطلاقا لأنه أي شخص ما يكون في يده هاتفك سوف يتمكن من استرجاع جميع بياناتك من صورك ورسائلك وفيديوهاتك إلى آخره إذا التطبيق اليومي اسمه ديار فون لن تصدق أنه سوف يتمكن من استرجاع جميع بياناتك إذا شاهد معي التطبيق هو اسمه ديار دوت فون كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحميله من رابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو بعدها سوف تخرج لك واجهة فيها ثلاثة أجزاء الجزء الأول يمكنك أن تقوم باسترجاع صورك وفيديوهاتك الجزء الثاني يمكنك أن تقوم باسترجاع جميع رسائلك التي ضاعت الجزء الثالث هو استرجاع قائمة الاتصال التي ضاعت منك نبدأ الشرح الجزء الأول بالضغط عليه سوف تختار أي شيء تريده أن تقوم باسترجاعه من صور وفيديوهات في الأول سوف أختار شرح استرجاع الصور نضغط على السهم الأصفر ثم نضغط على سكان فيبدأ التطبيق باسترجاع الصور كما ستشاهدون الآن أنا أوقفت العملية لأشرح أشياء أخرى سأقوم مثلا باسترجاع الفيديوهات نضغط على سكان ثم ننتظر قليلا التطبيق الآن هو يقوم باسترجاع الفيديوهات كل ما عليك هو أن تنتظر حتى يقوم باسترجاع جميع الفيديوهات وبعدها يمكنك مشاهدتها بدون أي مشكل للتذكير أن الفيديو يحتاج إلى صلاحيات الروتي لذلك يجب عليك أن تقوم بمنح صلاحيات الروتي لهاتفك نعود الآن إلى شرح استرجاع الرسائل نضغط على سكان ننتظر قليلا حتى يتم استرجاع جميع الرسائل التي قمت بمسحها أنا من هاتفي طبعا كما ترون قد قام باسترجاع جميع الرسائل التي قمت بمسحها أنا من هاتفي كذلك هنا يمكنك أن تقوم باسترجاع جميع قائمة الاتصال التي ضعت منك وأظن أن هذا الجزء يمكنك من إضافة أشياء أخرى التي تريد أن تقوم باسترجاعها إذن هذا تطبيق أصدقائي هو رائع جدا بالنسبة للذين يريدون استرجاع أرقام هواتفهم وكذلك صورهم وفيديوهاتهم ورسائلهم التي ضعت من هاتفهم إذن فهو رائع جدا من جهات أنك تسترجع كل شيء تريده من هاتفك ومن جهات أخرى هو سيء بالنسبة للذين يبيعون هواتفهم أو قد يمنحون الهواتف كهدايا إلى آخره وأذكر أيضا لن أنسى هذا الشيء حتى ذاكرة تخزين الخارجية أو لكارت ميمواري نفس الشيء لا يجب أن تبيعها أبدا أو أن تبدلها أو أن تقوم بمنحها كهدية لا يجب أن تبيع هاتفك وحتى ذاكرة تخزين الخارجية لأي شخص ما كان فإذا أردت أن تمتلك هاتف آخر أو كارت ميموار أخرى يجب عليك أن تحتفظ بالأول بدل أن تقوم ببيعه أو تعطيه لأحد من أفراد عائلتك إلى آخره هذا كل ما في الأمر أصدقائي إذا أعجبك الفيديو لا تنصدعت على الزر لايك ولمشاركة تحياتي لكم وسلام باي